قبل تنفيذه كان طريقا ترابيا يمر بجبال وعيرة طريق وادي ألمنقال وادي بني جابر بولاية صور تنتهي وزارة النقل والاتصالات من أعماله ليصبح سالكا أمام الحركة المرورية تنتهي معه صعوبة التنقل لقاطني قرواد وعبات وعدة وسناف والشبيكة وغيرها من القرى كثير من القرى تسكن على هذا الطريق وكانوا يجدون بعض المعاناة خاصة فيها طول الأمطار والوصول إلى أماكن معينة نحاول أن نخدم الناس وأن نصل لهم الخدمة أينما كانوا أيضا استخدمت في هذا المشروع أيضا بعض الجسور الجديدة في السلطنة مثل الجسور الحديدية المقوسة وهي نستهدمها لأول مرة وإضافة جيدة أيضا لمنظومة الطرق في السلطنة هذه تعتبر المرحلة الأولى من المشروع وهناك أيضا مرحلة أخرى تتبع هذا المشروع لمسافة 12 كيلومتر بين بطون الأودية والجبال الراسيات شويد هذا الطريق المفرد بحارة مرور وبعرض ثلاثة أمتار ونصف المتر لكل حارة بطول قرابة 16 كيلومتر ليكون سالكا في جميع حالات الطقس لما يحتويه من 34 عبارة صندوقية وجسر حديدي قوسي بطول 160 متر لضمان سيابية الحركة المرورية وعدم انقطاعها عند جريان الأودية المرحلة الأولى حقيقة هذه ستضيف الكثير والكثير للمواطنين الذين كانوا يعانون من استخدامات للطرق الوعرة سابقا الطريق الذي شهد في تضاريس صعبة روعية في تشييد معايير متطلبات السلامة المرورية لينضم إلى قائمة طرقات ولاية صور ليخدم قاطنها في المقام الأول وبافتتاح هذا الطريق سيتنقل السكان ذهابا وإيابا إلى قراهم بن سيابية تامة بعيدا كل البعد عن الطريق الترابي الوعر الذي كانوا يسلكونه سابقا فارس بن جمع الهيبي من ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية